مشاكل لا حصر لها تنتظر العراق بسبب أزمة جفاف المياه لسيما في قطاع الزراعة هكذا يقول تقرير نشرته شبكة بي بي سي بريطانية بشأن مستقبل العراق المائي التقرير تحدث عن تهديد حقيقي لمستقبل محاصيل زراعية استراتيجية تمثل جزءا من ناتج العراق القومي بسبب استمرار انخفاض مناسب المياه في نهري دجلة والفرات انخفاض من أبرز أسبابه قطع إيران عشرات الروافد المائية لنهر دجلة من داخل أراضيها بجانب الأزمة التي أثارها مؤخرا تشغيل سد أليسو الذي بني على منبع نهر دجلة في تركيا تقرير بي بي سي بشأن جفاف المياه صلت الضوء أيضا على التغير المناخي وتأثيره في انخفاض مناسب المياه الذي وصل في بعض مناطق بغداد إلى حد مكن أشخاصا من عبور النهر سيرا على الأقدام التحذيرات الدولية المتواترة بشأن أزمة المياه في العراق تقابلها تصريحات حكومية تحاول طمأنة السكان بأن المياه متوفرة فالمستشار في وزارة الموارد المائية ضافر عبدالله تحدث عن توفر كمية مياه تكفي للشرب وسد نصف حاجة الخطة الزراعية الصيفية بينما صرحت حكومة العبادي بأن مجلس الوزراء قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه في عدد من مدن البلاد منها تخصيص سبعة مليارات وتسعمائة مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام الفين وثمانية عشر لتنفيذ مشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار لتغذية نهر دجلة لكن الأرقام تتحدث عن مشكلة حقيقية تواجه مستقبل العراق المائي فقبل عقدين من الزمن كانت إرادات نهر دجلة تفوق الخمسين مليار متر مكعب سنويا إلا أن تلك الإرادات تراجعت في الفترة الأخيرة إلى ما دون سبعة مليارات متر مكعب سنويا أما إرادات نهر الفرات فكانت تصل إلى ألف متر مكعب في الثانية بينما لا تتجاوز اليوم مائة وثمانين مترا مكعبا في الثانية وفقا لتقارير جهات مختصة